كتير جدا من الاشخاص بيعانوا من خمول في الغدة الدرقية بتبدأ تبان بقى البوادر بيحصل ايه بنزيد في الوزن بشكل ملحوظ لغاية لما اللي عنده خمول في الغدة الدرقية بيوصل لمرحلة الاصابة بالسمنة وده لان اغلبنا ما بيعرفش ايه العلاقة القوية اللي بتربط ما بين الغدة الدرقية وزيادة الوزن تغير انه بيأكل كتير يعني ده لان خمول الغدة الدرقية اكيد بيأثر على عملية التمثيل الغذائي للجسم وبالتالي بيزود الوزن والحالة دي بيطلق عليها سمنة الغدة الدرقية دي معلومة طيب ازاي نقدر نخص حتى لو كمان بنعاني من الغدة الدرقية وهو ده اللي هتوضحه لنا النهاردة مع طبعا توضيح اساليب اننا نفقد الوزن الزايد معانا النهاردة بنورانا دكتور هيبة حسام اخصائية التغذية العلاجية ازايك يا ابن؟ ازايك انت؟ عامل ايه؟ طبعا الحمد لله اظن تيب حلوة قلناها في الاول اهو عن الغدة الدرقية دي حاية التفصيل عندك ازاي الاول كده الواحد يعرف انه هو عنده خمول في الغدة الدرقية؟ اول حاجة بنلاقي زيادة في الوزن مع ان نظام حياتنا متغيرش يعني ولا كمية اكل زادت ولا اشتغلنا في حتة تانية ولا عملنا هي حاجة كل حاجة مضبوطة بس انا بزيد في الوزن عمالة زيدة زيد حتى لو مقل الأكل تاني حاجة التعب والخمول على طول انا تعبان مش قادر اقول مش قادر اتكلم مش قادر اعمل اي حركة مش قادر حتى اروح الشغل وتساقط الشعر ان الشعر يقعد علامة من العلمات؟ ده عارض مهم جدا من اعراض الخمول والغدة الدرقية للسيدات والبنات غزارة جدا في الدورة الشهرية وعدم انتظامها كل دي حاجات تدينا اندكيشن لان احنا دخلين على خمول الغدة الدرقية كده لازم بقى نعمل ستوب ونروح لدكتور والدكتور ساعتها يحولنا نعمل تحليل الغدة وهنلاقي عندنا غدة لكن هل هي السبب الوحيد لزيادة الوزن؟ يعني ولا ممكن بقى يكون حد عنده خمول في الغدة الدرقية وبيعك؟ يعني عادة اللي هو بناكل كتير اه ما يمنعش ان عندنا خمول في الغدة الدرقية ولكن كمان اللايف ستايل بتاعنا او اللي داخل 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 من الاكل اكبر من النسب اللي هي الطبيعية بالضبط هي اولا الغدة الدرقية بتعمل اه قتل للحرق يعني انا ما بحرقش مريض الغدة الدرقية ده لو تحرق لو نزل الجيم لو راحل شغل لو عمل ايه هو من بيحرقش خلاص هو فيه مرض في الجسم منع ان هو يحرق لازم يتعالي بالضبط جدا بلضبط كمان ان عملية التمثيل الغذائي الغدة الدرقية الاول الهرمونات اللي هي بتفرزها او الانزيمات بتاعتها T3 و T4 هم داخلين في كل خلية من خلية الجسم هم بيقوموا بالوظائف الحيوية اللي موجودة في الجسم كله فعشان كده اول ما اللي غدة بتتأثر اول حاجة بتتأثر هي العملية التمثيل الغذائي العملية الحيوية بتاعتنا فاحنا عملين ناكل يعني لو افترضنا بقى ان هو عنده غدة وكمان بيعوك في الاكل احنا عملين ناكل 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 وما بنحرقش والدهم بتتخزن بس فلاس كمان ان الخلايا مش قادرة تقوم بدرعتها بالضبط ومش قادرة تحرق مش قادرة تعمل اي حاجة فكله عمال يتخزن يتخزن فبلاقي مريد السنة فجأة مريد الغذة الدراكية فجأة بقيت عنده سنة مفرطة فبيدي بقى انا تعبين انا خلاص بقى كل حاجة بتضرب يعني كبد كلا مش قادر مش قادر اتحرك مش قادر مش قادر اعمل حاجة مفاصلي وجعاني شعري بيقع فالحالة النفسية بقى بيدخل في حالة النفسية وحشة وهو ما بيحرقش بس طيب احنا كده قفلنا الموضوع في وش الناس تقع عايزين نفتح تاني ونفتح بقى ونتكلم مريد الغذة الدراكية ازاي ممكن يستفيد معانا النهاردة من الكورس وازاي ان الكورس ده فيه طبعا مع العلاج عند الطبيب الخاص بالغذة والصماء انه هو يقدر يخص ويبدأ حياته ترجع طبيعية زي الاول اول حاجة احنا الغذة اتفقنا انها بتقلل المعدل للحرق خاص يبقى انا لازم ااخد حاجة تعمل ايه تزود معدل حرق الجسم عشان اكافر ده ده طبعا مع دواء الغذة بس الدواء الغذة علاج مؤقت مش هيخصيسني هو بس هيحاول يعوض جزء من انزمات الغذة اللي بطلت تنتجها هو هيعوضها لي بس الاساس عندي انا عاوز بقى حاجة تحرق وده اللي انا جايبان نهاردة كشور السيليو بتعمل ايه بتزبط معدل حرق الجسم بترفعه بدرجة كويسة جدا تاني حاجة بتزبط عملية التمثيل الغذائي اللي هي اصلا بايزة عندنا عشان هو مريض غذة تاني حاجة بقى او تالت حاجة واهم حاجة انها بتنزل تديني دايما احساس بالشبع فطول اليوم حتى لو مريض الغذة حاسس ان هو جعان هو بطنه مليانة يعني انا حتى لو هاكل انا او جعان هاكل مثلا نص رغيف ربع رغيف حتة جبنة قريش حاجة بسيطة قوي وهلاقي نفسي خلاص شبعين وكمان حاجة كمان فكشور ستيليم بتعملها او دول انا ستيليم اللي معانا النهاردة بيديني باور طبعا المريض الغذة بيشتكي من التعب والخمول صح خمول انا مش قادر اتحرك ايه بلاس كمان هو ما بيحرقش فانا تعبين انا انا قاعد ما خلاص ما بتحركش بقعد عالكنبة وما بتحركش والموضوع هيزيد بالضبط فبيديني الباور اللي ولا انا فايق فبقدر اخص من غير احساس التعب والاجهات ده كله بس كشور ستيليم اللي احنا بنعمل ده هاي طيب الكورس اللي احنا بنتكلم عليه غير ان هو بيفيد مرضى خمول الغذة الدرقية هل في امراض تانية كمان ممكن ان احنا يعني نساعد في انها تقل او يبقى الجسم مزبوط غير كمان خمول الغذة الدرقية اه طبعا بس انا عندي خمول الغذة الدرقية بتعمل حاجة مهمة قوي وهي تباطؤ في ضربات القلب واو على عكس النشاط نشاط الغذة بتعمل تصرح في ضربات القلب صح التباطؤ ده طب انا محتاجة ازبطه بعيدا عن الدواء انا كشور ستيليم عندي والماجيك بوكس بيزبط معدل ضربات القلب اه في امراض كتير قوي بتأثر عليها بس هو انا اللي هو جاية ترجيتهم النهاردة هما الغذة الدرقية الغذة الدرقية لان تمانين في المية من الناس دلوقتي عندها غذة درقية سواء بقى نتيجة مرض مناعي اللي هو لهاش يموت ان الغذة بتهاجم نفسها او الجسم بيهاجم نفسه او مرضه راسي او هو مخلوق اصلا بكسور في الغذة الدرقية او اصلا في ناس مش مخلوقة خالص بالغذة الدرقية فبيبقى فيه بقى مع السن اللي هو حتى الاطفال يعني انت لو مولود ما عندكش الغذة الدرقية فالسنة بتبدأ بدري قوي لو الامة ما خدتش بالها او الدكتور ما خدش باله فانا بلاقي سنة مفرطة عند طفل ايو وتبقي فاكرا ان كنت مثلا بتأكليه زيادة او حاجة ده غيزة بس هو مش غيزة خالص هو مش غيزة بالضبط ده مرض فاحنا لازم نلحق نفسينا بقى نركز في اعراض الغذة الدرقية ونركز بقى في الكابسولات طب هي الكابسولات ليها اضرار لا هي ملهاش اي اضرار لانها اعشاب طبعية كشور ستليوم الماجيك بوكس المكون من جراسينيا وقهوة خضرة وشاي اغدر وتفاح ومنجا افريكي وحاجات كلها طبعية فبالتالي هتساعدني ان انا خست من غير ما يحصل لي اي حاجة بالعكس ده انا هعالج الاعراض كمان والحاجات اللي عندي ده شيء رائع طيب دلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن تفاصيل الكورس الكورس ده مكون من ايه هاخده المدة قد ايه كل دي اسئلة بنسألها نخرج فاصل ولما نرجع من الفاصل ونشوف كمان صور قدامنا قبل وبعد استنونا بعد الفاصل اعود لحضراتكم من جديد ولسه معنا في الستوديو دكتور هيبة حسام اخصائية التغذية العلاجية ودكتور هيبة قبل الفاصل كنا منتكلم عن خمول الغدى الدرقية وازاي نقدر نتغلب عليه وعلى زيادة الوزن اللي بتبقى مصاحبة لمرضى الغدى الدرقية او خمول الغدى الدرقية كنت بتكلميني عن الكورس وقد ايه ان هو ممكن يساعد المرضى دول خمول الغدى الدرقية ان هما يفقدوا الوزن تمام اول حاجة احنا تكلمنا عليها الفكرة اللي فاتت اللي هي الاناستيليم داني حاجة معينا الماجيك بوكس طب الماجيك بوكس مكوناته اصلا جراسينيا وقهوة خضرة وشاي اقدر ومنجة والياف التفاح طيب اولا الالياف بتديني احساس بالشبع وبتزبط لي عملية التمثيل الغذائي طيب الجراسينيا فيها انزيم مهمة قوي اللي هو الهايدروكسي ساترك أسد ده بيمنع تغذين الدهون في الجسم يعني انا مهما اكل مجرد ما بياخد الدواء هيمنع ان الدهون هتروح تتخزن في البطن في الارداف في الدرعات في اي حتة من الحتة اللي احنا بنعاني منها من السمنة طب دي حاجة كويسة قوي طب تالت حاجة بقى معينا وهي القهوة الخضرة طب انا ليه النهاردة هتكلم عن قهوة الخضرة لانها مليانة مضادات أكساد طب انا مضادات الأكساد هتفيدني بايه كمريض غدة درقية لو انت مريض غدة درقية عندك الهاش يموت او الاكسام المضادة دي علاجها الوحيد اللي هي تاخد مضادات أكساد طب انا هبقى باخد الدواء بتاع مضادات الأكساد ودواء الغدة بلاس كم ان انا بشرب قهوة خضرة تركزها كويس قوي عشان بتديني مضادات أكساد كل ده بيشتغل لصالح تنشيط الغدة عشان كده هيجي بقى هنا ايه الاركام اللي احنا بنحطها على الشاشة او ليه احنا فريق طبي متكامل مش اي حد خالص لا بيبقى حد متخصص هو اللي يتابع مع كل مريض عشان بنعرف بقى الهيستري بتاعه ايه انت عندك امراض ايه طب احنا ممكن نفيدك ايه ما احنا هنا بدلنا الفنيل بالقهوة الخضرة طب عشان انت مريض غضة دركية فانت محتاج اكتر مضادات الأكسادة يعني معنى كده ان الكورس بيحصل له اه 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 ادابتيشن او بنتوفقه ما بين حالة المرض اللي بيعاني منها مريض السمنة ايا كان المرض اللي عنده مع الكورس وجرعاته طبعا وبيممكن يختلف طبعا يختلف من حد التانية لان مثلا مريض السكر غير مريض الضغط غير مريض الغضة الدركية صح غير الشخص السليم تماما المتعافي من اي حاجة بس هو ما بيتحركش ما بيعملش رياضة فعنده سمنة فعشان كده احنا لما بيكلمنا حد او بيبعت لنا على الواتساب حد احنا غير السن والوزن والطول وطبيعة الشغل عندك امراض طب لو عندك امراض الدكتور كاتب لك ادوية ايه احنا لازم نتابع ده كله عشان ندي نظام غزائي مظبوط عشان كده بقول دايما ما ناخدش اي نظام غزائي من اي حتة لا احنا لازم حد متخصص تبقى من الحالة لا ولازم اللي ناخده يبقى مصرح به من وزارة الصحة لانا دايما بنقول في فقرتنا هنا اوعوا تاخدوا ادوية انتوا مش عارفين مصدرها وزمايلي حينزلوا لنا دلوقتي التصريح الخاص بوزارة الصحة للكورس واهو قدامنا هب على الشاشة الكورس اهو وعايزة اسأل هل هو آمن على كل الناس يعني مثلا انت بدأتي في الفصل اللي فات اتكلمتي ان ممكن الامة ما تبقاش عارفة ابنها بيدخن ليه او بنتها بتكتسب وزن الزيادة ليه وهي مريضة خمول في الغدة الدراقية عايزة بقى بالمناسبة دي اتكلم كمان هل هو آمن على الاطفال اه طبعا ما هو ليه عشان هو مجرد اعشاب طبعية فمسوش اي كيميكالز ممكن تقذي الطفل او حاجة زي كده بالعكس ده انا هساعده على ان هو اه هياكل الحاجات اللي هيحبها بس في نفس الوقت انا بخست وبعالج بقى الغدة الدراقية فانا هعمل اتنين في نفس الحاجة اوكي طيب نرجع ازاي يعني تغريني اكتر اغريكي اكتر بان احنا عندنا خصمة 50% ايبا على البرودكت اللي معانا بلس بقى ان احنا عندنا كريم شد الترهولات دهدية كريم شد البشرة دهدية وعندنا فيتامين دي كمان هدية ايه اهمية فيتامين دي وهل برضو مهم المرضى خمول الغدة الدراقية اه طبعا خمول الغدة الدراقية بيبقى من صاحبها زي ما احنا قلنا تساقط في الشعر ومساعدة من صاحبها اللي هو خمول وتعب وإيهاكم مقدرش اتحرك صح وده سبب من اسباب نقص فيتامين دي لما فيتامين دي بينقص عندنا في الجسم واحنا كلنا محتاجين جرع وقائية من فيتامين دي لان احنا زي ما قلنا برضو قبل كده ان احنا ومنتعرضش للشمس بالطريقة الصحيحة اللي تزود انتاج فيتامين دي في جسمنا وكريم طبعا شد التراهولات لكل الناس طبعا لما بنخس بنرأي تراهولات كتير جدا في جسمنا فالناس بتبدأ تتدايق أزياد طبعا أنا خستطيك لا أنا وحشت نفسي بالضبط بس الجلد بقى متراهل واللبس حتى كمان ما بيبقاش كويس فدايما مع الكورس وإحنا بنخس بنحط كريم شد التراهولات عشان لما نخس بنوصل لشكل بيرفكت مفيش عندنا أي عيش تراهولات ومفيش الأسر بتاعتنا خسه وبعد كده نروح بقى نعالج تايمة طيب إيه رأيكم شوف اللي خسه بالفعل قبل وبعد ودكتور هبة تحكي لنا حكايته ده كان محتاج يخسه 25 أو 30 كيلو وزي ما احنا شايفين كده النتيجة يعني هو قال لابس بلاك طبعا وإحنا كلنا عارفين البلاك بيخسس بس هو فرق لا باين باين على البنطلون وباين على دراعاته ومحيط الوسط ومحيط البطن والأرداف والرجل والكداف وكله عاجة بالزطط طب قولي لي كده ممكن يكون خس الوزن الكبير ده في قدقين في شهرين شهرين بس شهرين ممكن ينزلوا يعني أنا متوسط الخسام في الشهر قدقين في الشهر من 10 إلى 15 كيلو على حسب اللي معنا ملتزم بالضايت والدهو طيب نشوف الصورة اللي بعد كده ده باين جدا باين او يعني ده خس مش أقل من حاجة و30 كيلو بالضبط بس إحنا لسه مكملين لأن فيه شوية كرش برضو بسيطة هو لسه هننزلهم والدراعات طبعا خسط وبس أنا عاوز أأكد في الدراعات ما فيش تراهلات اه فعلا احنا شايفينه فرق السورتين احنا ما فيش أي تراهلات خالص في أي حتة هل رحلة الكريم ده بتبدأ من أول ما ببدأ الكورس؟ يعني أبدأ عشان أمنع تكون الستريتش مارك وأمنع بقى التراهل حتى لو جميلة بسيطة طبعا كمان الستات بقى بيبان عليها وبتتغير حياة البنت أو الست وبتغير لبسها وبتغير مقاساتها وبتغير نظرتها للحياة تماما لما بتفقد الوزن دي خس تقدي إيه بقى؟ تلاتين كيلو واحد وتلاتين تلاتين كيلو حاجة في الرينجو ده بينا جدا وبس برضو زي ما بتقولي التراهلات ما حصلتش او وعاوزة أقول حاجة كمان شايفك كسرات بقال في الظهر والتنايات دي مديدت كلها دهون معقدة صح فنزلت خالص ما بقاش فيه والدراع اين اللي بيحصل؟ يعني ازاي الكورس بيحول الدهون المعقدة لدهون ينفع الجسم إنه هو يتخلص يبقى تاني حاجة معنا في الكورس اللي هي الماجيك بوكس أنا الماجيك بوكس بينحك الجسم يعني دايما بقول احنا كشور السيليوم بتسد النفسه بتعمل بولكي في المعدة زي فكرة التكمين بالضبط وباللون المعدة تاني حاجة معنا الماجيك بوكس هو ده اللي بيرسم بقية الجسم بيخليني بيحاولوا دهون معقدة لدهون بسيطة ممكن تنزل وانا بتحرك في أي حاجة وانا رايحة لشغل وانا جاية وانا في التمرين لو همشي خمس دقيق بتنزل فاحنا بنترجط الدهون المؤقدة اللي هي زي ما احنا شوفنا في الصورة تواني الضهر الأرداف البطن اللغض الحتة دي كلها اللي بتحتاج بعد كده اللي هو أجهزة بقى أو حقا أو حاجات زي كده اللي احنا بنزلها معي طيب النهاردة بقى عندنا اختلاف شوية لأننا جمعنا شوية أسئلة من السوشيال ميديا وقلنا نسألك عليها لأن دي تساؤلات الناس على الصفح هو أنا ممكن أعمل دايت معين يخسس منطقة بس ولا لأ عشان فيه ناس بتقولي آه وناس بتقول لا حلو قوي السؤال دا لأن فيه شعاعات كتير قوي يقولك احنا هناكل أكل معين هيخسس لنا البطن بالعقل كده بعيدا عن طبيا هل فيه أكل معينة الدواء الذي يفجر دهون الكرش ويفجر الأرداف برزات ومسلا مشروب تخسيس والسحري بالضبط ما فيش حاجة كده احنا الحاجة اللي بناخدها بتنزل تتخدم في المعدة وتمشي في الدم عشان يمتصها فهي هتأثر على جسم كله إنما مش هيكل مثلا بقدونس فهيخسس لي بطني لا خالص دا 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 فكر خطأ دايما بقول للناس يعني يعدوا المعلومة على مخوكه قبل ما تترليموها بالضبط كده ازاي فيه أكل معينة هكلها هتخسس لي كله هي كمان بتسأل ضعي معين يخسس منطقة معينة دا مش حقيقي دا مش حقيقي دواء أو أقولك دواء أو زي الدواء اللي معنا النهاردة في الكورس أو هيتارجت مكان معين هيتارجت دهون معينة لإني دي وظفته إنما أكل لأ أكل لأ طيب لو أنا مسافرة مع صحابي وطبعا هنأكل حاجات كتير زي ما حضرتك عارفة أعمل إيه أو إيه اللي هينفع أكله وإيه اللي ما قربلوش حلو قوي بما إننا في موسم الصفر وكله طالع استيحل على طول فأنا أكل أول حاجة هاخد الكورس طب ليه هاخد الكورس معي وأنا مسافرة لإني فيه ناس بتاخده وبتنساوها هي مسافرة بالزيت عشان أنا راح بقى إيه مش عايزة أي حاجة التزم بيها بالزرط طبعا دا غلط ليه بقى غلط لإن الإغراءات كتير في الصفر طبعا أنا مش هقدر أحكم الأكل لإن معظم الناس اللي بتسافر ما بتمشيش على ضايت هي خلاص بتطلع بقى يومين تلاتة هاتفت جونك فود بتاكل حاجات تلاتة؟ ما مش هقولهم اتبخوا أكل هلسي وإحنا مسافرين لا حرام بس لما هاخد الكورس هيعوضني عن إن هو مثلا كشور السليم هتنزل تعمل تنفش كده في المعدة وتعمل بالكي فحتى لو هاكل أكل جونك فود أنا هاكل نصه هاكل شوية فرائز وخص بالضبط كده فأنا مش هعوك العك اللي هيخليني أدخن لا أنا هيكل حاجة حاجة بسيطة بلاس كمان بقى الماجيك بوكس هيخليني الفاتس اللي أنا كلتها أو الجونك فود اللي أنا كلت ومش هيتخزن هينزل فأي عملية من عمليات الإخراج معلش أنا ما سمعتش معانا مين ليلى؟ معانا مين؟ نوها نوها ليلى مين؟ يا نوها زيك يا نوها مساء الفل حددتي؟ الحمد لله مبسوطة أن أنا سمعت يسودك النهاردة أشكرك ربنا أخذيك حبابتي ممكن أن أكون تواصل مع الدكتور؟ طبعا معي الفضالي ازايك يا دكتور عاملني يا روح الحمد لله بسي بقى مشكلة كل الستات منطقة البطن عندي المشكلة طبعا بداية البطن دي مهما حاول عمل ضايت مهما عمل رياضة المنطقة شافة مصف البلش فأنا عايزة طريقة إنها تنجزني في الموضوع دو إننا لو كي نظام أكل في لعبة معينة في تمارين في كورس أمشي عليه فيفضل لو كده تنسحيني بحاجة كويسة إن أنا أمشي عليها إن شاء الله القدرة جدا أنا بس عاوز أسألك هو إحنا جسمينا كله تمام معادة بس منطقة البطن صحي كده؟ صح يعني مش زايدة كيلوهات عايزة تنزل كتير لا لا هي منطقة البطن بطن منطقة البطن أوكي حاضر أشكرك أشكرك شكرا جزيلا طبعا نوها محتاجة تاخد الكورس بتاعنا وبسرعة قبل ما دهون البطن تتعقد زيادة وبالذات بقى الماجيك بوكس يعني هو ده التارجت بتاعها هي عندها دهون معقدة ما بتنزلش بأي طريقة جسمها كله مظبوط معادة الحتة يبقى معنا كده إنها ملتزمة بكل حاجة بس دهون البطن خلاص معقدة فناخد الماجيك بوكس ينزل لنا يحاول الدهون المعقدة دهون بسيطة وينزلها على طول مع طبعا كريم شد التراهلات عشان نتجنب إن الحتة دي يجي لها تراهلات أو يحصل فيها ستريتش موركس أو حاجة زي كده نسيجة إنها خاصة مرة واحد طب هل الكريم بتاع التراهلات ده يفدني برضو في موضوع السمنة الموضعية مش بس للتراهلات يعني يسهل مهمة الكورس فإن هو يوصل للفاتس العنيدة هما اللي اتنين هيكملوا بعض واحد هيحرق من جوة وواحد هيشده هيحرق من بره لإن الفاتس طبعا طبقات من جوة لبرة فأنا هدخل جسم كابسولة تفتتها ومن بره أنا هشده إيه وهقوي الإلاستين بتاع الجلد أو همنع التراهل يعني أنت محسرة من الداخل بلزا محسرة الناس كلها يعني إحنا هنخذ يعني هنخذ طيب بص يا زي إحنا لسه كنا بنتكلم على السفر إحنا خلصنا السفر طيب لو هي مسافرة مع أصحابها زي ما قولنا وحت تبقى شبعانة لكن هل ممكن مرحلة السفر أو فترة السفر دي تكون فرصا يأخذت أكتر طبعا لإني كمان بتحرك يعني أنا عايزة تتكلميني هل مع الكورس إيه اللي يقدر إحنا مش بنقول إن لابد وحتما إن حد يعمل رياضة لكن إيه اللي يقدر هل ده يساعد أكتر من الكورس بقى له مفعول جبار أنا عندي أنا الكورس عاملة زي ما أنت قلت محاصر كل الناس اللي قاعد على الكنبة هيخص بس أكيد زي ومش زي اللي بيتحرك يعني اللي بيتحرك لو مثلا اللي قاعد على الكنبة هيخص 10 كيلو في الشهر اللي بيتحرك 15 وزي ما أنت قلت في السفر إحنا كلنا أكتب إحنا بنصحى تقريبا من الساعة 7 الصبح بحر وعوم وحر ولف وبعدين بنروح ناخد الشاور ونتغدى وهننزل لوقت ننزل تاني صح كله تمشي على فكرة ما محدش بيركب العربية هنتمشى على البحر هنتمشى بالليل هنعمل أي حاجة مع صحابنا هنلعب فيه ناس دلوقتي كتير بتلعب على البحر وهي قعدة صح فكل ده حركة معايا فكل ده بيزود معدل الحركة أكتر ما الكورس مزوده يعني ترجعوا من الأجازة يعني خسين مش تخنانين طيب معنا رانيا يا رانيا مساء الخير مساء النور إزايك يا رانيا الحمد لله كل تمام إزاي حضرتك الحمد لله معنا دكتور هيبة لو عايز تسأليها أي حاجة يا رونيا طبعا عايز أسألها بقى أنا بقى لي فترة بحاول أن أنا أنزل في وزني لكن للأسف من كتر الأدوية اللي كنت بأخذها عندي ثبات في فياس الوزن في ثبات يعني ما بنزلش خالص طولي 163 وزني دلوقتي 85 حب أن أنا أوصل للستثينات كما كان طبعا طبعا ممكن عارض بقى الكورس ده يمشي معايا ولا لأ أو يقدر يساعدني أن أنا أنزل في الوزن أو لأ حلو قوي طبعا إحنا شغالين أصلا أو أعادين لا أنا ما بشتغلش للأسف قاعدة في الدين تمام أوكي بشكرك يا رونيا ودكتور هيبة هترد هي تكلمت عن مشكلة خطيرة قوي هي ثبات الوزن قالت لك أنا أخدت أدوية كتير قوي من غاية ما وزني سبت طبعا الأدوية دي إحنا كلنا عارفين إن هي مش صحة حلو لأنه بيبقى فيها كيميجلز كتير وبتلعب على مراكز الإجباع في المخ وبتعمل لنا أضرار أكتر من فوائد تبصلي مخك أو راسك بالدق وضربات قلبك سريعة عشان نسبة الكفاين فيها علي أولي وأقولك الأحنا كمان واكتئاب أه طبعا وهالات سودة وخسلة بطريقة مش صحية وبعدين هي بتنزلي أول حاجة الميا والأملاح والمعدن المفيدة في جسمي فأنا بفرح لما أخس أول أسبوع أربعة أو تلاتة كيلو أو كمان خمسة كيلو وبعد كده بزبط في الوزن بقى زيها كده عشان بدأت حاجة غلط انا لو متأكدة من مصدر الادوية اللي معايا او عارفة انها كويسة انا مش هقدي لده كله فالكورس بتاعنا طبعا هيفيدها اولا هو عشاب طبيعية زي ما احنا قلنا فمش هيسبب اضرار في الجسم خالص يعني هخست مش هيحصل لي اجهاد للبشرة تساقط للشعر استضاع المزمن اللي بيجي مع ادوية الضايت او تصارع في ضربات القلب ده كله مش هيحصل انا بخست بطريقة عشاب طبيعية بس كده بس كل الحكاية انها بدل ما عشاب بقى بتتشارب او طعمها ويحش او كده لا احنا يعني سهلنا ده كله وحطناها في كابسولات بس كده كشور السليم هتديها زي احساس بالشبعة الماجيك بوكس هتنحط الجسم القهوة الخضرة اللي معنا النهاردة منضط للأكسادة وكلنا عارفين فوايد القهوة الخضرة في الضايت والذات للنسل المتعودة تشرب قهوة الصبح فهنبدلها بالقهوة العادية بقهوة خضرة عشان تزود معدل حرق الجسم وفي نفس الوقت انا باشرب قهوة عشان تفوقني وتنشط الضاكرة وتنشط معايا مراكز الادرق جميل طيب في الدهية اللي فضلالنا ممكن تعديلي كده كورس مع كل المغريات والهدايا بالزبط كده قبل معيد الكورس احنا عندنا شحن شحن مجانا والمتابعة مجانا طول ايام المتابعة مع الفريق الطبي كلها بدون مقابل مجرد بس ما هنضغط على الواتساب او على المسجات على الفيسبوك فريق طبي متخصص هيتواصل معنا وشحن قولنا مجانا والمتابعة مجانا وخصم 50% على الكورس للناس اللي هتتصل دلوقتي طبعا بلاس بقى ان هو الكورس هنختصره الاناسيليم بيدينا احساس بالشبع الماجيك بوكس بينحط الجسم وبيعمل على عدم تغزين الدهون الاهوة الخضرة مضادات اكسادة وبتساعدنا على زيادة معدل حرق الجسم كل ده بيوصل الشحن مجانا والمتابعة الطبية مجانا وكل ده لما يتصلوا على الارقانتي والهدايا بقى عشان ما ننساهاش بالمرة كريم التراهولات بتاع شد البشرة وكريم التراهولات لشد الجسم وبيتامين دي ده حاجات جميلة جدا طبعا النهاردة تكلمنا عن موضوع مهم اللي هو خمول الغدة الدرقية وده شيء رائع على فكرة المشاكل اللي حضراتكم بتبعتوها اللي دي هي اللي بنوجه الأسئلة فيها لدكتور هيبة كل حد عنده أسئلة ابعتولنا على صفحتنا وطبعا صفحة وان دايت على فيسبوك برضو ممكن تردوا على التساء أولادي دكتور هيبة حسام أخي السائط التغذية العلاجية بشكرك شكرا جزيلا ولكن للمشاهدين كمان بشكر حضراتكم أنكم تابعتونا النهاردة أول يوم في الأسبوع لسه الأسبوع طويل وبكرة بإذن الله يا رب حلقة جديدة ويوم جديد يا رب أقابلكو على كل خير باي اشتركوا في القناة